إذن رغم مرور أسابيع على اندلاع الحرب في غزة وانعدام مقاومات الحياة من الشمال حتى الجنوب يرزح سكان القطاع في شحن بالموارد الغذائية والوقود إلا أن حركة حماس استطاعت تفادي الوقوع بهذه المشكلة بحسب صحيفة نيويورك تايمز التي نقلت عن مسؤولين عرب وغربيين تصريحاتهم بشأن ما تمتلكه حماس من مخزون استراتيجي من الوقود والغذاء فحركة حماس ومنذ سنوات عملت على تخزين كل ما يلزمها تقريبا استعدادا لمعركة طويلة ضمن مدينة الأنفاق التي بنتها وهو ما يضع إسرائيل في مواجهة لم تكن في الحسبان أما بالنسبة للحركة ووفقا لنيويورك تايمز التي يقدر عدد مقاتليها بين 35 إلى 40 ألفا لديها ما يكفي من المخزون لمواصلة القتال لمدة 3 إلى 4 أشهر دون إعادة إمداد كما نقلت الصحيفة معلومات تفصيلية حول تلك المخزونات التي تشمل مئات الآلاف من جالونات الوقود للمركبات والصواريخ بالإضافة إلى المتفجرات كما لا ينقصهم شيئا من الماء والغذاء والدواء الصحيفة الأمريكية عززت مزاعمها بإفادة الرهينة التي كانت لدى حماس وأطلق سراحها الأسبوع الماضي والتي أكدت حصولها على كافة المستلزمات الشخصية والأدوية على الرغم من ندرة هذه السلع حاليا في غزة وقد يكون الوقود واحد من أبرز الإمدادات التي ترفض إسرائيل تزويد القطاع بها ما يضمن بقاء الغزيين دون كهرباء والتصالات ويحول دون إيصالها لمقاتل حماس